موسيقى إذن مرحبا بكم مشاهدينا في حصة مع السفيرة اللي اتطلع لكم عبر قناة النهار تيفي ودائما مواضعنا أنتم اللي تختاروها وموضوع اليوم كذلك مهم لنا كامل اللي هو حمام لراحة القدمين يعني حمام أمبا تعلي بيتا وعنا حشاكم لأنه نحن معروف يعني أنه كل الناس لما تكون في الشارع والناس اللي يدير دي زيفوغ بالزيف خاصة النهار كامل وهي وقفة لازم لهذا النوع مناء الحمام كما نقولوا باش يعني تريح من تعبتها النهار كامل وأكيد مكوناتنا بسيطة جدا متكونة من مواد بسيطة كثيرة إذن نحن نشوف المكونات أول حاجة عندنا هنا القليل من الماء الدافي يعني ما وش رح يكون الماء بزاف سخون حنقول لكم علاش ولا ما بارد ناخده ماء دافي يعني ماشي كذلك تيادة مدافيح بيقول لكم درجة الحرارة نقدروا نتحملوها أوكي وهنايا كما ركوتوفو عندنا هنا هكذا يا خليط من الزهور وجدرت هنا عندي الورد الجوري عندي البابونج والورد تلك الخزامة إذن عندنا هنا قلنا الورد الجوري اللي هو الورد اليابس عندنا كذلك لكا مومي اللي هي البابونج وعندنا الخزامة اللي تاني هنايا للافونت كذلك يعني معهم اللي يدرنا ليكونوا لي مزيج بزاف رائح هنفهمكم وعندي هنا القليل من بيكربونات السوديوم حوالي ملعقة صغيرة تقهوة اوكي أنا هنا عندي حوالي ري 3 علماء باش تعرفوا لتر واحد تعلمة درت فيه قلت لكم مزيج من الورد الجفا عندي هنا الورد الجوري اللي هو الورد اليابس وعندي كذلك هنا يا لكا مومي اللي هي البابونج ولا لافونت اللي هي الخزامة يعني شوية 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 هنا ما كاشكيل وعندي كذلك حوالي ملعقة صغيرة تاع بيكربونات السوديوم هنا وش نجين دير فيه بالنسبة لطريقة التحضير قطلكم نعود نولي للماء لما ما نديره سخون بزاف علاش اذا كان الماء سخون بزاف ورمينا في هاد المكوينت رحين نحرقوها مادرنا والو احنا بالعكس نحوسوا انه الماء يكون بدرجة حرارة لتقدر البشرة تتحملها وكذلك لما نحطوه فيه هاد المكوينت ما نحرقوهم شعين حسنا نحوصوا الفايدة لتتلقى هاد المكوينت لانه ما سيخن بزاف رح يتلفن هاد المكوينت وما نتحصلوا على حتى نتيجة اذا نحن مباشرة هنا وشنو رح نخلط هاد لقلنا المجموعة تاع الورو اللي نعاود لقلنا درت فيها ورد ليابس لورد الجوري درت كذلك لكامومي اللي هي البابونج وكذلك لخزامة للعفونت وشنقول لكم مرحة ديجا هاد رح يحب زف مليحة اذا نحن نحطوها هاد الداخل هاد 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 وكذلك كران رح يحب ينسيغ نضيف لها هادك الملعقة الصغيرة تاع البيكابونات السوديوم هاد هاد هنه شوفو رح نخلو هاد الخليط يعني وشتجي هنا يا سيدة اللي حبي يدير هاد الحمام للارجل يعني من الحمام اللي رحت القدمين من تعبتها عن نهار وشاقاتها عن نهار كامل رح نغطيوها بفوطة اوكي يعني حت نخليوها 1-4 ساعة حتى المكونات كل هادية تتجانس مع بعضها وتطلق لي الفايدات حاد داخل الماء فيما بعد حاشكم السيد و السيدة رو رايح يعني بيانسوا يجيب اللي نحن درنا هنا دون زغي سيبيون لك انتو ما فضر حجيبوا باسينة صغيرة ولليان وتنحطوا فيه رجلينا يعني ونخلوهم مدة 30 دقيقة الان هاد الورود هادية تعمل على الراحة القدم لانه عندها خاصية وميزة ان الورود هادية يعني تعمل على الاسترخاء تعمل على استرخاء الجسم على رخاءه يعني بمعنى اصح اما هذيك البيكاربونات فهي رايحة يعني اذا كان فيه هناك فيطريات على مستوى الرجل وكذلك اذا كان فيه هناك اوساخ ولا اي شيء ولا حتى اللي عندهم يعانيوا من الرائحة تال كاريهة تال القدمين كذلك يعني راح يتخلص منها هي دوبخي في غنس مليح لو ان الانساء سيد ولا سيدة لما يدخل البيت يعني يعملوا كل مساء كل ليلة يعني كل شيء لما يدخل البيت يعني ويريح في المنزل دياله راح يعني يحضر هاد الحمام ما فيه والو مكوينة جدا بسيطة ورا ورا يحضر جليل داخل مدة ساعة كاملة حتى يحسب ذلك الرخاء يعني جسمه كله راح يسترخي يفاصي غيلاكسي كما نقوله وكذلك هذا التعب لكم في الركايب وعلى مستوى القدمين كذلك راح يتخلص منه وكذلك هذه الورود راح تعطيه انتعاش راح تعطيه رائحة جيدة للقدامين اما بالنسبة بكربونات سوديون فراه راح تقتل كل الفطريات والشامبيون يعني اللي يكونوا على مستوى القدمين وكذلك كل الجاراتيم وحتى اللي عندهم مشكلة كنا تعريحة الكاري هارم راح يتخلصوا منها لانه في كتير من السادة والسيدات يعني عندهم هذه المشكلة لانه عندهم لابوتا حم تعرق بمجرد يعني لاحتيكاك مع الحيدة لابوتا حم تعرق فبالتالي حتى ولو يكون يعني يغيروا من الأحدية راي راح يكون عندهم هذه المشكلة دائما اذا بهذا الحمام ان شاء الله راح يتخلصوا من كل هذه المشاكل وكذلك بالنسبة للأحدية اللي تتعرق راح نشوفوا هذا الموضوع الجاي ان شاء الله في العداد القادمة ان شاء الله وبحول البسيطة دائما موجودة في بيتكم وبين أيديكم اذا كانت معكم وسيلة بولحياة في حصة مع السفيرة ضمن انكم تكونوا سفتوا من موضوع اليوم ودائما نقولكم ابقوا اوفيات لقناة النهار تيفي ورسلونا فنحن دائما في الخدمة سلام اشتركوا في القناة